تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التيني ويليام روتو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تباحثا حول آخر تطورات الأزمة في السودان حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد على مواصلة بدل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق نار مع دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية بما يؤدي إلى حقن دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع إنسانيا واقتصاديا وصولا إلى تحقيق تطلعاته في المستقبل الآمن المستقر وتعزيز مصار التنمية والبناء وتم أيضا خلال الاتصال مناقشة سبل الدفع العلاقات الثنائية بين النصفة وتينيا في مختلف المجالات خاصة على صعيد التبادل التدري وتذلك أيضا الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا لدعم جهودها التنموية وأضف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقوا على مؤسلة التشاور والتنصيق خلال الفترة المقبلة حول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترق لسيما تدعيم العمل الإفريقي المشترق في دوء الدور الحيوي لمصر وكينيا في هذا الصدد